قرار القيادة الفلسطينية وقرار سحب العضوية التسريع من الفيفا كان قرار منطقي وقرار صائب في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها كان من الافضل انه ايش يضل على موقفه فطوض الكيان الصهيون من الفيفا وكان شيء يعني حيخدم وحيعيد حجة واضحة فلسطينية هناك اعتبارات سياسية طارئة دخلت على سحب القرار بالنسبة لفلسطين وعلى ما اعتقد انه سحب القرار كان تحسين حاصل لانه يعني الاجماع الدولي كان في داخل الفيفا كل الدلال والمؤشرات كانت تدلل على رفض الطلب الفلسطيني كان يجب على الاتحاد الفلسطيني منذ البداية ان يعرف اين يضع قدمي وان يدرس الموضوع بعناية وان يعني يناقش في قصة النظام نظام الفيفا العالمي هل نحن نستطيع ان ندعم هذا الطلب ونواصل هذا الطلب